هذا سائل يقول أرجو أن توضح لي كيف نشأت فكرة القول بالقدر القدرية يقولون أن الله تعالى لم يخلق فعلا العباد ويجعلون العبد هو من يخلق من يقوم بخلق فعل نفسه وأيضا يقولون أن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه فهم ينفون قدر الله سبحانه وتعالى والقدرية ظهرت في البصرة في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وقد تبرأ منها الصحابة مثل عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأيضا أبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة من المتأخرين وأوصوا رضي الله عنهم بالابتعاد عن هؤلاء الذين يتكلمون بالقدر وأيضا جاءت توصيتهم بأن لا يوصلوا على جنائزهم على جنائز القدرية الذين يقولون بالقدر وأن لا يعودوا مرضاهم وقد ذكر أهل العلم الأول من قال بالقدر هو سنسوي أو سوسن بن يونس الأسوري وهو نصراني أسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وهو الذي أظهر القول بالقدر وثم بعد ذلك انتشر ولذلك معبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف وأيضا أخذ أيضا عن معبد الجهني غيلان بن مسلم الدمشقي وقد قتله الخليفة هشام بن عبد الملك في دمشق وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن قال بالقدر يكون كافرا فقال رحمه الله إذا جحد العلم أي جحد علم الله سبحانه وتعالى قال هو كافر والقدرية نوعان الأول منكرون لعلم الله تعالى وهم غلاة القدرية الأوائل والقسم الثاني القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد وهم معظم القدرية والقدرية افترقت إلى إلى عشرين فرقة كما ذكر أهل العلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح ونستكمل بقية الأسنة إن شاء الله في لقاء قادم إن شاء الله وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد